أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن تسلم محافظة جنوب سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون جنيه يأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات أوضح شعراوي أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصنبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة للمحافظة حوالي 103 ملايين جنيه